في هذا اليوم الهادئ رياضيا ولكن لدينا العديد من الأخبار أولا علمنا من مصادرنا بأنه تم صرف النظر رسميا عن المدرب الأرقواني ديغو أغيري المرشح لتدريب النصر والذي أعلن مسبقا بأنه من ضمن خيارات النصراويين ويرتبط ذلك بعدة أمور وهو مدرب كان قد درب منتخب بلاده في كاس العالم للشباب في مصر اليوم علمنا أنه تم صرف النظر نهائيا عن هذا المدرب عيد يبدو أن مسألة التعاقدات في هذه الأيام ليست بذات السهولة أم أنها تصطدم بمفاوضات غير احترافية من قبل موثل أندية حتى على مستوى المنتخب أم أنها مسألة تحتاج إلى وقت والله يمكن أن نرى أن نتوانت هنا من المنافسات الموسم أعتقد أن الموسم الرياضي لتتوانتها حتى في مسألة التعاقدات والتريف لكن في النهاية أيضا الاحترافية غير موجودة في مفاوضاتنا اللا قلة من الأندية هي من تجد هناك فعلة احترافية في مفاوضاتها في حتى تخطيطها يمكن للمستقبل هناك أندية قبل انتهاء الموسم تجدها وضعت عيونها على مدربين معينين على اللاعبين معينين هناك خطة واضحة للموسم المقبل ماذا سيفعلون هناك أندية ستتخبط في هذا الصيف وسنشاهد الكثير من التخبطات خصوصاً الوقت قصير بالتأكيد أنا أتمنى أن النصر حقيقة أنه يكون استعداده الموسم أفضل من استعداد الموسم الماضي نفس السيناريو النصراوي يتكرر هذا الصيف في مسألة التعاقد مع المدربين والأسماء الملعنى عنها وصرف النظر أتمنى أن النصر يكون أفضل حالاً هذا الموسم حتى في تعاقداته يمكن أيضاً لا ننسى أن النصر يمكن من الأندية اللي يفترض أنها فعلاً يكون تعاقداتها يمكن مدروسة بشكل كبير الجماهير كلها تنتظر منها هذا الشيء خاصة النصر لم يوفق في تعاقداتها السابقة جميعها لا مع المدرب زينجا بداية الموسم الماضي ولا مع الأجانب عانى النصر من ذلك أتمنى أن لا يعاني هذا الموسم أيضاً طيب